مساء الخير عليكم جميعاً وأهلاً بيكم في فيديو جديد في القناة أحب النهاردة أن أعملكم إن شاء الله قراءة اختيار من أكثر من مجموعة سأحاول أعمل مثلاً أنا أعتقد نخليها مثلاً خمس مجموعات المراضية لأنها هتبقى كلها رسائل أوراكل مش طارو فالرسائل مباشرة وصريحة وواضحة الطارو بيحتاج أن أخذها عشان أفسروا وأشوف الكروت اللي جام ببعض معناها إي و كنه لكن دي رسائل مباشرة من العقل الباطن ورسالة من العقل الواعي للشخص ورسالة من الملائكة الرومانسية ورسالة من الجودس الرسائل دي إيه بقى موضوعها؟ إن هي هتبقى رسالة من الشخص القادم في حياتك طب القراءة دي تنفع على مين؟ تنفع على الناس السنجلز الناس المرتبطة الناس المنفصلة تنفع على أي حد لأنت ممكن تكون مرتبط وفي حد داخل حياتك وريب عادي ممكن ناس كتير تدخل علينا في حياتنا سواء سنجل أو مرتبطين لأن الحب ده والمحبة اللي في قلب الشخص الشخص تاني دي حاجة بتاع تعبنهم مش بقول إن احنا ندخل معهم في علاقة طبعا بقول مين اللي داخل؟ مين اللي رسالته إيه ليك؟ ما بقولش إن ده بالضرورة حيبقى حد أنت تبقى شريك وبعد كده أو تسيب شريكك عشانه؟ لا مش ده الغرض خالص من القراءة طب القراءة دي مين؟ يعني ستوصل لمن منكم؟ لطاقات معينة أكيب مش هتوصل لكل الناس أنا في نيتي إن أنا أوصلها الأكبر عدد من الطاقات اللي قدامي اللي أنا حساها يعني لكن ده مش بالضرورة معنا إنها هتكون ليك أو ليكي إن شاء الله تبقى ليكو جميعا يعني بس دي مش قراءة خاصة ياريت يا جماعة نحط في اعتبارنا إنها قراءة عامة قراءة عامة يبقى ممكن تنطبق وممكن ما تنطبقش هنعرف منين؟ هنعرف من تسلسل معاني الكروت تمام؟ هاوزلع المجموعات وأجيلكو على طول طب يا جماعة بسرعة كده المجموعات المجموع الأولى حجر الفلورايت المجموعة الثانية حجر عين الهر أو اللن وإن كنت أفضل طبعا نختار بالحجر وبطاقة الحجر سأضع المجموعة الأولى وجيلكوا على طول أهلا بأصحاب المجموعة الأولى مجموعة الفلوريت الأخضر أهلا بيكو أنا أولا شايفة أن الشخص الذي سيدخل في حياتكم سيديكم حب غير مشروط كارت الجادس ماري ماجدلين تقول حب غير مشروط حب نفسك والآخرين وكل المواقف التي توجدها بغض النظر عن المظاهر الخارجية عملة كيف غير مشروط تقول مجموعة مجموعة وانت كأنك يا أصحاب المجموعة الأولى فلورايت كأنك طالعين من العلاقة أو من مواقف معينة في حياتكو بخليه الارتباط وأن انتو تتقبل وجود حد في حياتكو صعب انت بتقول انا بفكر في خيارات جديدة كتيرة جدا ومحتاج اني اركز علشان اختار الاختيرات الصح وكمان بتقول انا محتاجك تبطل تلاحقني او تطردني انا محتاج وقت ومساحة تهيل ان انا استشفي دلوقتي ودي حاجة اللي لازم اعملها بنفسي المفوضة الكروت دي كانت من الشخص اللي بيحبك بس انا حساها منك انت فدي طقتك انت يا صاحب المجموعة الأولى عشان كده انت اخترت لون شكرا القلب انت عندك مشاكل في الحياة العطفية طالع من علاقة طالع من ارتباط في حاجة عشان كده انت محتاج انت الشخص ده لما يجي يعرض عليك الحب بتاعه ولا هو الان كونديشن للوف محتاج انك يبقى بينك وبينه هارت تو هارت كونفرسيشن يعني تتكلم معاه حديث من القلب للقلب وحاول انك تناقش احسيسك مع الشخص ده بشكل صادق وشكل حقيقي ما تخبيش حاجة قوله انا حاسس كذا انا طالع من جرح كذا بالليمت بالحدود اللي انت عايزها طبعا انا من الناس اللي بقول ما تقولش كل حاجة لأي حد وساعات مش مفروض تقول اي حاجة اصلا لأي حد لان فيه ناس سيئة ممكن تستغل معلومات دي ضدك ممكن تدايقك ممكن تستفزك يعني مش اي حد تقوله اي حاجة بس الشخص ده جايلك ومعاه حب غير مشروط هو بيحبك بجد فانت لو صريحته باللي في قلبك والجاع اللي عندك وبانك بتستشفي هو هيقدر ده بشكركم اصحاب المجموعة الاولى ويلا بينا على المجموعة التانية اهلا باصحاب المجموعة التانية عين النمر او عين الهير الشخص اللي جايلك ده باذن الله يعني طبعا احنا جماعة مش بنقرأ لغيب بعيد وبكرر بس بشوف طاقتك رايحة فين وطاقة الناس اللي ممكن تكون بتقرب من دايرتك ومن طاقتك فين هم رايحين فين وفي اي اتجاه القراءة ممكن ما تنطبقش مع البعض لان دي قراءة عامة بعيد وبكرر مئة الف مر طيب انت طلع لك كارتة الديفاين باشن دي عاطفة الهية اصلا انت حتبقى مع وجود الشخص ده في حياتك وحقولك حيقولك ايه باذن الله يعني انت حتحتاج انك تبقى صادق مع نفسك وتشوف انت قلبك عايز ايه بجد هل عايز تكون مع الشخص ده هل عايز تكون مع حد تاني انا شايفة ان فيه هنا كارت في مشاكل اسرية انت بتمر بيها وقد يكون الشخص ده بيمر بيها المعنة بتاع الكارت ان حياتك العاطفية حتبقى احسن اذا سمحت والديك او الكارت ده بيبقى معناه ان فيه مشاكل عائلية عموما مع الولدين بقى او مع الاخوات او مع الارايب بشكل عام بس فيه family issues في بعض المشاكل الشخص ده حيجي لك اوكي في وسط الحاجات اللي انت فيها دي وحيقول لك ركز على نفسك وعلى حبك لنفسك عشان تبقى انسان كامل مرة تانية هو حيشجعك على ده وحيقول لك ان انا انا كنت مخبي مشاعري تجاهك لاني كنت خايف انك تحكم علي او ان انت تقيم حبي ليك بشكل يعني هو مش عايزه يعني انت كنت افضل سر انا محتفظ بيه لنفسي الشخص ده برضو عنده حب ومشاعر حقيقية نحيطك لكن انت عندك مشاكل اسرية مخليات مش قادر تحب نفسك مش قادر او للبعض الاخر مش قادر تركز انت عايز ايه من الشريك او من الحبيب فيه رسالة تانية جات لي ان بعضك ممكن يكون متزوج بالفعل انتو متزوجين بالفعل فالشخص اللي داخل حياتكو ده هو طبعا مش عايز يقول لك مشاعره ناحيتك لانه خايف ان طبعا هتقول له اي حد محترم سواء راجل او ست حد حيدخل حياته حيقول له معلش انا عندي زوج او عندي زوجة وما اقدرش اني ارتبط بأي حد عاطفيا ولا بأي شكل من الاشكال بس انت واضح البعض عبقى عنده مشاكل مع الزوج هنا هنا بقى مش مع البيرنس هنا مع الزوج او الزوجة فانت محتاج انك تاخد قرار كمل مع الشخص ده او ما كملش ده للبعض طبعا انا قد فيه مشاكل اسرية عموما دي الصورة العامة او دي الرسالة العامة وفيه ناس عندها مشاكل مع الشريك بالفعل فانت محتاج انك تقعد مع نفسك وتشوف بقى انت فعلا عايز تكمل ولا مش عشان فيه حد تدخل حياتك وإلا دي تبقى خيانة انما انت مفوت تشوف انت عايز تكمل ولا مع الشريك اللي موجود بالفعل شكرا جدا لاصحاب المجموعة التانية عين الهر وارجوك وترياثوا وفكروا كايز جدا ما تخلوش شخص يهز المركب بتاعتك او يهز حياتك او يعمل لها مشكلة انت شوف انت مشاكلك الاسرية اللي حصلة ايه وحاول تعالجها ويا اما تكمل يا اما تنفصل لو هو ده الحل الافضل المهم ما يكونش السبب في ده الشخص اللي عايز يدخل حياتك او اللي بيكن لك الحب وحيقولك ويصرحك بمشاعره خلينا فير مع نفسنا ومع الشريك ومع ربنا قبل كل حد شكرا لاصحاب المجموعة التانية ويلا على المجموعة التالتة اهلا بالمجموعة التالتة حجر السلونايت اواصاية السلونايت الشخص ده بيحاول يستجمع قوته وثقةه بنفسه عشان يقرب منك طيب ايه تاني بيقولك انا عايز اعتني بيك لكن انا مش بصوا يا جماعة الرسائل انا من القيام يعني بالصدفة يعني انا عاملة شفل من الكاردز واخترت الكروت بضهرها سبحان الله فعلا الرسالة دي على فكرة المجموعة التالتة دي ان الفكرة وانا بطلع الكروت بتاعتها كانت شئية شوية كانت عملها تقع وروح عدلاها تاني فكانت غريبة شوية الشخص دي عنده بعض المشاكل المادية حاسس ان هو ضعيف دلوقتي ومعندوش ثقة بنفسه بص يا جماعة ومعندوش ثقة وانا بيحاول يجيب الثقة يعني بنفسه هو مش عارف يكون الشخص اللي انت محتاجه دلوقتي الشخص ده اللي مأخره عليك ان هو يدخل حياتك وانا حاس انه نسبت بنا منكو في المجموعة دي بالذات الشخص ده عايز يقرب منك لكن عنده مشاكل مادية لما يجي لك ويصرحك وتلاقيه بالحالة دي ادي له فرصة واشتغل على العلاقة دي لان الشخص ده فعلا عنده مشاعر حقيقية ونفسه ان هو يحطك في عينيه هو نفسه ده تمام بس مش قادر مش قادر وحاسس بالضعف جادة كوفينتينة بتقول النقاء او التطهير او الطهارة انت شخصيا محتاج انك تعمل حاجة اسمها cleansing detoxification يعني عايز تعمل زي تطهير لروحك يعني الجاندس هنا بتنصحكم ان انتو تعملوا تمارين meditation صلوا اي دوم احنا في الشهر الفضيل حاولوا ان انتو تطهروا نفسكم وتشيلوا منها اي رواسب واي vibes او ترددات مش كويسة ممكن تكون عملالكو مشاكل في الحياة عموما وفي الحياة العاطفية خصوصة طيب ليه برضو للنصيحة دي جاينا لانه واضح ان الشخص ده تردداته بتبقى مزبوطة لما بتبقى تردداتك انت مزبوطة وكمان حاجة تانية النصيحة دي جاي لك عشان تحسن الاختيار بفرض الشخص ده بيحبك حب حقيقي لكن هو ظروفه لا تسمح ظروفه لا تسمح وهو بيحبك حب حقيقي كل حاجة ولكن يا جماعة مش كل الناس اللي بتحبنا حينفع نرتبط بيها تمام فانت اعمل تمارين تأمل وصلني وادعي ربنا قبل اي حاجة واعمل تمارين لشكرة القلب تحديدا والشكرة التالتة اللي هي الساتسة اللي هي العين التالتة اعملولها تمارين علشان تخليكوا تشوفوا بإذن الله ايه الاختيار الاسلام ممكن يكون الشخص ده بيحبك لكن مش هو المناسب لك او العكس ممكن يكون كويس بس ظروفه الظاهرة وحشة فانت تسيبه مع ان هو ممكن في المستقبل يبقى ظروفه احسن ويبقى هو ده كان انسب شخص يدخل حياتك وترتبط به فانت هتعرف ده ازاي بالتواصل الروحاني مع رب الكون ومع طاقة الكون اللي ربنا مسخرها لنا جميعا فيبقى انت محتاج تصلي تدعي تنقي نفسك اعمل لتوكسيفيكيشن لروحك والشكراتك وده ان شاء الله ان شاء الله حيساعدك في انك تاخد قرار بشأن هذا الشخص اللي اقدر اكده لكم من القراءة دي للناس اللي عندها للناس اللي اختارت الاختيار ده ان الشخص ده بيحبك ان الشخص ده يتمنى يكون معاك وانه يهتم بيك ويعتني بكل ما يخصك ولكن هو في حالة صعبة شوية دلوقتي ماديا بالاخص وده مؤثر عليه في حاجات تانية جتيرة مؤثر عليه في ثقته بنفسه مؤثر عليه في احساسه العام بالقوة او بالضعف فصلي وادعي واطلب من ربنا انه يقرب لك الحاجة الكويسة والشخص الكويس ويبعد عنك الحاجة الوحشة والشخص الوحش شكرا للمجموعة التالتة ويلا بينا على المجموعة الرابعة اهلا بالمجموعة التالتة اصحاب مجموعة الروس كورتز الرسالة بتاعتكو بقى جاية ان الشخص اللي ممكن يدخل حياتك ان شاء الله في الفترة القادمة شخص انت تعرفه من حياة سبقه او ممكن تكونوا عارفين بعض من الماضي يعني ممكن تكونوا مثلا زمال في الشغل بقى لكم فترة ممكن تكونوا كنتوا جرين ممكن تكونوا او مازلتوا يعني جرين ممكن تكونوا زملاء في دراسة واتبير انتوا عارفين بعض من حياة سابقه او في الحياة دي بس في وقت سابق يعني كنت عارفين بعض الشخص ده عنده حاجة حيقولها لك هي دي الامارة بتاعت القراءة اعرف ان دي قرأتك من اللي انا حقوله ده هو حيجيلك يعترفلك بحب هقولك انا لك على طول خليك لالي زي ما اللي عندني بقال بس ايه بقى الامارة الشخص ده بيقولك أنا خلي باني قوي على مشاعري بحمي نفسي على الآخر ليه؟ خايف ان يتخيم واضح ان الشخص ده حيجي يحكي لك قصة خيانة حصلت معاه وليه من طرف اخر وهو دلوقتي اعتقد ان هو سنجل يعني اغلب الظن المجموعة دي الشخص اللي حيجيلكو ده هو نفسه سنجل تمام؟ احنا اتفقنا ان القراءة تنطبق على الناس السنجل والناس المرد حتى للناس اللي جاي لكم كمان ممكن يكون مرد ويعترفلك بحبه طبعا بالنسباني انا بعتبرها خيانة بصراحة نبقى مرتبط بحده ميجي يقول لحد تاني انه بيحبه بس احنا ما نعرفش ظروف بعض والله اعلم بظروف كله باحد ممكن يكون يعني كان مرتبط احتماد بعيف جدا مرتبط بس زوجته خنته او هي كانت مرتبطة او مزالت مرتبطة بس زوجها خنها ويعني الشخص اللي حيجيلك ده اي ان كان بقى رجل او امرأة هو عنده احساس مرير بالخيانة كارح 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 الارتباط او كارح انه يدخل في حب اصلا الا معاك انت بسبب الخيانة هو يمكن متوسم فيك ان انت مش هتخون او انت مش شخص خيان لان هو عارفك احنا قلنا ان هو عارفك من حياة سبقة او من الماضي فهو عارف انت مين عارف ان انت ما بتخنش عارف ان انت انسان وفي عارف ان انت انسان صادق وعشان كده هو بعد الخيانة اللي هو متعرض لها دي هو عايز يكون لك انت لوحدك ومش لحد تاني جادس لاكشمي بتتوقع لنا والله اعلى واعلم يعني بعتلنا رسالة من الكون ومن رب الكون بتقول ان في مستقبل مشرق مع الشخص ده كل حاجة هتبقى تمام كله هيبقى تمام انت مشاكلك انت مش واضحة قوي هنا يا صاحب القراءة قدم مشاكل الشريك او الشخص اللي عايز يعترف لك بحبه ما هي واضحة لان واضح ان هو مشكلته اكبر انت اكيد عندك المشاكل العادية اللي في الحياة لكن مشكلة الخيانة هنا هي اللي ظهراني قوي بتاعت الشخص اللي عايز يعترف لك بحبه لانها هي الاقوى هنا ادي للشخص ده فرصة واعرف منه ايه اللي حصل بالزبط ان الموضوع مرير جدا مسبب له مرار في حياته ودي له فرصة واسمع منه اذا لقيت الموضوع يستحق والظروف تسنح ان انتوا تكملوا مع بعض فان شاء الله هيكون فيه قدامكم مستقبل مشرق باذن الله شكرا للمجموعة الرابعة ويلا بهنا على المجموعة الخمسة والاخيرة اهلا بالمجموعة الخمسة والاخيرة مجموعة العقيق الاحمر اهلا بيكم Я представляю المجموعة دي وانا بقلب الكروت دلوقت يعني ما فيش ثواني من القراءة اللي فاتت لدي بقلب بس الكروت بعد ما шلت الكروت بتاعت المجموعة الرابعة انا فرحت بصراحة اكتر حاجة فرحتني انا اول كرت يعني وقعت عليه بعد ما قلبتها قلبت الكروت هو عنده مشاكل من الطفولة وبيحاول يتعالج ويستشفي منها دلوقتي وعيني بعد كده جات على فرصة دهبية يعني فيه أبواب مهمة جدا بتتفتح لك دلوقتي حاول أنك تمشي جوه البندي وتشوف الفرص اللي بتتفتح لك والأمور اللي بتشرق عليك دلوقتي تمام؟ أنا عجبني جدا الكارت ده فقدين كارت ديس كوت بيدوان ممكن يكون ده هو الشخص المناسب ليك هو ده الشريك المناسب ليك واضح أن لا أنت متزوج ولا هو متزوج بس المشكلة فين بقى هنا أو الأمارة بتاعت القراءة دي الطاقة بتاعتها إيه إن الشخص ده خبع عليك مشاعره مدة طويلة لأنه بيقولك أنا كنت مفهود أقولك أنا حاسس بإيه واضح أنه أخبع عليك كتير مشاعره مش واضح بالضبط إيه السبب ولكن ده اللي حصل بالفعل هو أخبع عليك مشاعره فترة طويلة عنده مشكلة خاصة بالطفولة خاصة بالطفل الداخلي بتاعه فهي أكيد ترجع لفترة الطفولة بتاعته طب أنا هايزة سبحان الله المجموعة دي بالذات غمضة شوية بالنسبة هحاول كده أتلقى أي رسائل منها الكارت ده بيقول You've already met the romantic partner you seek يعني أنت بالفعل قابلت ال romantic partner بتاعك الناس اللي بتشوف المجموعة دي أغلبكو إن ما كانش كلكو أنتو مش دخلين علشان أنتو single أو مستنين رسالة من حد أنتو بالفعل في حد اعترف لكو بحبه وقال لك أنا كنت مفهود أقول لكو من زمان كنت مفهود أقول لكو إن مشاعري عاملة زي أنا حاسس إيه نحيتكو الموضوع هنا مش إن انت مستني لسه حد أو منتظر حد يدخل حياتك يقول لك أنا معجب بيك أو كده أنت بالفعل عندك هذا الشخص ودي فرصة ذهبية لأن الشخص ده بقاله فترة كان مش عارف يقول لك مش عارف حقيقية وأخيراً اتجرق يقول لك الناس اللي ما حصلش ده معاها يبقى ده اللي قريب جداً بإذن الله حيحصل بس هو فيه عنده مشكلة في الشخص ده ممكن يكون عنده مشاكل أمش عارفة لي جاي على بالي كلمة الشخص ده ممكن يكون في أثناء فترة طفولته أو مراقته والده انفصل من والدته حاسس حتى لو والدته مش منفصلين بس هو حاسس ممكن يكون حد منهم متوفى الأب أو الأم عنده إحساس بيفقد شنيع بيخاف إن الشخص ده هو يرتبط بيه عاطفياً أي أن كان نوع الارتباط بيخاف إن الشخص ده يسيبه إنه ما يكملش معاه للآخر ده إحساس قوي جاهل جداً مع المموعة دي بالذات ما أعرفش دي فبالتالي عنده لأنه بيخاف إنه هو يرتبط بحد ويكمت لي أو يكرس نفسه للعلاقة وللشخص ده فيحصل حاجة تخلي العلاقة دي ما تكملش زي الباترن أو النمط اللي هو شافه في حياته قبل كده خصوصاً في فترة طفولته أو مراقضه وبالتالي هو بين عنده مشاعر كبيرة وحقيقية لك من فترة طويلة لكن مش قادر يعترف خايف من الاباندوننت أو من الهجر وإنك تسيبه عشان كده الشخص ده هتلاقيه مخلص جداً وللعلم لما تلاقيه بيبعدك عنه بسبب غير مبرر بدون ما تحس إنه فيه خيانة طبعاً ولا حاجة يعرف إنه هو بيحاول يختبر فكرة إنه أنت هتبعد لما هو يتخانق معاك مثلاً ولا هتفضل زي ما أنت فيه ناس للأسف عندها مشاكل في الاباندوننت أو الفقد والهجر بيحبوا لا إرادين على فكرة الحكاية دي كانت عندي أنا شخصياً أحب أحد فأستنى كده مع أول خناقة أول موقف صعب أتصرف بطريقة فزة شوي كنت طبعاً عند الوقت فهمت المشكلة دي عندي أشوف حيسيبني والشخص ده أقول لأ تمام أشوف كده إيه اللي هيحصل يعني خلص تخانقنا وأنا غلط أو قلت حاجة دايقته أو دايقتها أنا بكلم على العلاقات عموماً مش على العلاقات العطفية بس أشوف بقى هي حتسبني حتقطعني وهو حيقطعني وهكذا عشان أنا عايزة أحس بالأمان لو سبني يبقى دمنا طبعاً دي مشكلة ودي غلطة ما تعملوش كده يا جماعة لازم تكونوا يعني إذعالوا وإغضابوا على قد الموقف ما تدفعوش اللي قدامكم إن هو يسيبكم لإن أنتوا عندكم مخاوف داخلية من إنه يسيبكم فاتروحوا يبوش دم يبوش دم يبوش دم لحد ما هم يطهقوا ويمشوا فيه ناس بتبقى كويسة وعندها استعدادنا هتكمل معاك إلى ما شاء الله بس أنت لما تكون إنسيكيور أنا بسمي ده عدم أمان ونقص أحياناً ما يكون عندك مشاكل من غصب عنك أحياناً لو أنت مش فاهم بتزوء الناس بعيدة عنك ده بالضبط الحالة بتاعة الشخص اللي حيعترف لك بحبه أو اللي اعترف لك بحبه بالفعل أوكي؟ فخد بالك أنك ما تبعدش أول ما هو يحاول يبعدك ما تشكش مثلاً أنه هو على علاقة بحد يعني طبعاً التحرق إنه هو ما يكونش فاهم على علاقة بحد وكل حاجة من وراه ولكن ولكن اعرف إن بنسبة 75% الشخص ده بيعمل كده عشان يشوف أنت هتبعد عنه ولا مهما حصل هتفضل معاه ولما يشوفك فضلت معاه الشخص ده هيبقى بتاعك للأبد عشان كده طلع لك كارت الفرصة الذهبية يعني هو بس وانس إن حس بالأمان معاك فهو حيبقى معاك 100% 100% حيبقى بتاعك وحيبقى معاك يأمن لك بس خلاص وده هيبقى كده خلاص هو ده ممكن يكون الشخص الأنسب ليك كشريك وحبيب تمام شكراً لأصحاب المموعة الخامسة والأخيرة أشوفكم جميع على خير رمضان كريم وإحنا لسه أهو في النص الأولاني منه ربنا يبركلينا في شهر رمضان لينا كلنا مسلمين وغير مسلمين إن شاء الله وأتمنى أشوفكم تاني على خير خلي بالكم النفسوكو وربنا قويكم على الصيام والقيام وأشوفكم على خير إن شاء الله باي باي